العنف والإجرام المستفحل في المجتمع العربي بات مشهدا يوميا يحضر في عدد من البلدات العربية في واقع مؤسف وموجع لا يرحم أحدا من قاصرين وبالغين نساء كانوا أم رجال بل وبات أيضا يستهدف الأطفال الذين وقعوا ضحايا لمسلسل العنف والإجرام اليومي الآخذ بالتصاعد أكثر وأكثر داخل البلدات العربية مواقف صعبة وأضرار نفسية وجسدية وبالممتلكات ترتفع وطيرتها يوما بعد يوم وسطا عدم الأمن والأمان في المنازل وأماكن العمل والمدارس والشارع أيضا تحركات جديدة مرتقبة أعلنت عنها لجنة المتابعة العليا والأطر السياسية الفاعلة في اجتماع طارئ عقد في مجلس جديدة المكر وذلك بعد يومين من أحداث مؤسفة أدت إلى مقتل شاب ورجل من القرية وتسجيل عدد من الإصابات كما وتم تكليف اللجنة المحلية واللجنة الكطرية للإصلاح للحصول على توكيل العائلتين للمباشرة في مساعي الإصلاح وحقن الدماء أما في مدينة اللد فلا زال أهلها يفجعون بجرائم القتل المستفحلة كانت آخرها جريمة إطلاق نار وطعن منفصلتين ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وصفت حالة إثنين منهما بالخطيرة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به لا تحرك الشرطة الإسرائيلية ساكنا لوقف شبح العنف وجرائم القتل التي تلاحق المواطنين في البلدات العربية ودون اكتراث لتأثير هذه الظاهرة على سير الحياة بين الأوساط العربية التي لم تسلم مدنها وأحيائها من العنف المستشري الذي يلتهم أمن وأمان المواطنين في البلدات والأحياء العربية وفي المقابل تجدد قيادات المجتمع العربي تحركاتها داعية إلى أوسع مشاركة للحد من انتشار هذه الآفة